لو القالة لو القالة دانا نقلع و هدومني هيقدم البلد يعني احنا و الشباب كله نمشوا بالبكاسر لازم العربية لون البدلي في حرام العربية ايوه عبلي الدين مهرجان الجوني والبلد كله النهاردة شغاله التكلب على مهرجان الجوني و فستين مهرجان الجوني مهرجان الجونة دانا عمره ما اسمحت عنه و غير السنة اللي فاتت فالبطانة بتاعت الفنانة مش عارف رانيا يوسف ولا رانيا يمين داي و نسيت البطانة و الناس كلها كنا نتتكلم عنه و الفستان بتاحي الفستان بتاحي خاد الترند السنة اللي فاتت المفروض انه المهرجان دي معمول للفن و للفنانين و نعرضوا فيه الابداع و الفن و المواهب اللي عندنا في مصر تتتعرض في المهرجان دي مهرجان مالوش حال مهرجان كبير بس احنا كمصريين بنستنوا المهرجان علشان نشوفوا الفستين و ندوا رأينا فيه طبعا قبل المهرجان بيوم اول مبارح النار طلقت في المكان ولعت النار و المم طفوها و رنوا على مين نجيب سويرس اه مقاول امان المكان ولع و محدش هل حقنا غيرك انت مقاول عايزين نخلص الموضوع جاء العامك نجيب راح رن على المقاول اللي مسك المكان عنده قول له المهمها بكرة في اخلال 24 ساعة ألقى المكان دي احسن من مكان و فعلا نزل شركة وراسكم اللي هيدي تبعوا بين و في خلال 24 ساعة المكان رجع احسن من الاول و برضو المهرجان اتعمل في معاده فالمزعب تسأل الاستاذ نجيب ما تسأل عمك نجيب يا استاذ نجيب انتي زعلان من الناس اللي كانت شمتانة في المهرجان و شمتانة فيكم قلها لا والله اذا انا باعطف عليهم و هم صعبانين علي لان الناس داي عايزة ترجعنا لورا و مش عايزين يشوفوا فارح ولا تقدم ولا حاجة ابدا مش عايزين يشوفوا فارح ولا جمال يعني هي الفساتين و الحاجات اللي انا لا بدانيش انا بيصعبوا علي بصراحة دي ناس عايشة في القرون الوسطى و مش عايزة تشوف جمال ولا فرح فادلوك عم نجيب انا اقول لك على حاجة والله العظيم ما اتكلم الاسمي لو الجالة لو الجالة عدنا نجلع و هدومني هيجدم البلد يعني انا احنا والشباب كله نمشوا بالبكاسر انا انا مش مكشفين من الناس اخدوا بلا بيس كده كل واحد يمشي بالبكسر بتاعه وبشكير على ظهر ويمشي عانمشوا بقار هدوم خالص احنا عاوزين نقفوا جم بلدني احنا شباب عاوزين نقفوا جم بلدنا و نتقدموا ما ينفعش طول لازم نقفوا جم بلدني مش هينفع انتوا وحديكم بس اللي تجلع و لازم كل البلد تجلع كل البلد تجلع لازم وفيه حرية كان ممكن اقول لا دي حرية شخصية وكل واحد براحته وكل واحد الاسم اللي عايز له هو قال انه الناس اللي بتنتقد مهرجان الجوني الناس دي مش عايزة تشوف له فرح ولا ولا جمال ومش عايزين البلد تتقدم عاوزين رجونه لورا فانا انا بتعاهد قديني قدام الناس لو القلع دي هيقدم البلد لقدام انا عمشي احمر اريان بس فانا دلوقع عندي رسالة حبيبة واجهة للفنانين انتوا تلبسوا او ما تلبسوش تقلعوا او ما تقلعوش دي حرية شخصية كل واحد براحته وكل واحد يلبس اللي هو عايزه وفيه ناس برا في المناسبات بت ditesي بتلبس اكتر من اللين انتوا لابسيني وبتقلع اكتر من اللي انتوا قلعيني بس انتوا انتوا نجوم النجوم يعني نجومو مقدلامي وفي والسمي والناس كلها شايفكم الناس كلها بتتعلم منكم و الناس كلها بتقلدكم لازم انتوا تبقوا قدوا حسني عال や называется رفقا بالأجيال اللي طالع الطالعا عندما تarez ما تلЧت الفنانت والفنانين بيعملوا كده في المهرجانات هما يلبسوا زيكم وايلبسوا فتاتين زيكم ويقلدوكم انا ما بتعمدش اسامي ما عرفش اسامي الفنانين كلهم بس يعني فيش كم فستانك ده انا عايز اعلق عليهم اول حاجة الفستان دي الفستان دي يعني انا مش عارف هي يعني القماش القماش مكملش مع الخياط فهو جدي جاب حتة من عندها راح تلزقه طيب ماشي فانا افترض انه ده حصل يعني هي لزقت حتة لازم الحتة دي هي لزقتها كية طيب يعني هل بشامع لزقتها بشامع ولا دابل فيست طيب لو وقعت هي بغير واضح هي لو وقعت دي هي بغير واضح فيه السيد محمد رمضان لابس البدلي لون العربيه ونازل حيشيكي 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 حيتشرف علي طلق حيشيره الحركة دي انا كنت احب اعملها زمان في لعبة جاتي في حرام العربيهات لازم حرام العربيهات لو لابس بدلة سودي ارقب عربيه لونها سودي بدلة بيضة العربيه لونها بيضة لازم اتقم مع الموضوع دي لازم العربية لون البدلي في حرام العربيات لازم بس يا أستاذ محمد رمضان أنت نجم كبير وأنا ما أحبك فيه ناس بتحبك وفيه ناس بتنتقدك بس ما علينا أنت في الأول وفي الآخر ترجل صعيدة فأنت نازل بالعربي شغلت تمضغ بالباني ما ينفعش ما ينفع الترجل لك وضعك نهاردي أنت راجل النهاردة في مصر نمبر وان لك وضعك ما ينفعش تنزل بالعربي بالباني أنا قلت مش أصلا البانا تتقول لي فيها البانا ما تعملش حاجة لا فيه أنتو في السينما المصرية وفي الأفلام لما بتحبوا تجيبوا مشهد مايع أو مشهد مثلا الحكومة هتكبس على بيت ضعارة مثلا أو مشهد فيه في إحاءات مش تمام بتجيبوا واحد مايع أو واحدة مايعي لازم في المشهد أنه يبقى فيه الباني لازم يبقى لازم البناء آدم المايع يظهر وهو بيأكل البان أيوة قبلتين أيوة قبلتين المشهد أنتو علمتونه هو الوضع أنه البان مرتبط بالمياعي فأنت مكنش يليق بيك أنه أنت تأكل البان بصراحة والفستان دي أنا مش عارفه هي يعني دي بتفكرني باسمها صندوق اللي كانت مع عاد الإمام بقول أيوة اللي عملاه في نفسك دي صندوق أنا مش عادة دفستان دي يعني هاتمطر أنت فوقيكي هاتمطر جوه المهرجان قلت عمي الحساب بدل ممسك شمسي أيوة اللي عملاه في نفسك دي شو تفستان اكتار؟ الأستاذة يسرق والهام شاهين والليلة علوي والناس دي كلي أيها الجمال دي؟ أيها الجمال دي؟ قالتوا الناس دي تلاقي الواحدة سبعين سنة وستين سنة وثمانين وتسعين وعجوزي وبتلعب رياضة قالوا تلبس وتجلع وشيك وفستين وتطلع تدخل وترجس ودعك يدينا دعك أنا 24 سنة أنا بصحة على السرير ممكن الساعة 8 الصبح لحد الساعة 11 ما قدرش أقوم ما قدرش أقوم ضهري وجعني ضهري ومفاصلي وجعيني ما قدرش أقوم راح صحته على كده ما قدرش أنتوا جابين الصحة دي منيان جابين الصحة دي منيان بسم الله وإن شاء الله عليكم والله بسم الله وإن شاء الله وبعدين يعني الفستان بتاع الأستاذ الليل العلوي يدول أنه الرق على العود الرق على القالب ما لهوش دعوة الفستان تقلع وتلبس ما لهوش دعوة الفستان قالوا الأستاذ مني الشلبي والله أنت صعبان علي يعني أنا من بعد فيلم الساحر وفيلم بحب السيمي أنت تحسدته والله أنت تحسدته كانت بطل يا جماعة كانت بطل والله عارفش اللي حصل لها عين وصابتك عين وصابتك أنا بنصحك يعني أشوفي لك حد ما أنتم ممكن يكون معمول لك عمل ممكن يكون معمول لك عمل أخذي فيتامينات في برشام اسم كروفيت أنا معجيبه حكاية البرشام دي يعني أحاولي ترجع زي ما كنت والله أنا صعبت عليه قوي قالوا الأستاذ اسمين صبري واللي معاها دي لابسين فستان صفر مش عارف جابينه من محلات صبري مش عارف يعني شوت فستين كتار شوفوا يا عم الفستين اي هو دي اي هو الشغل العالي دي متى الواحد يبقى فنان وروح يحضر المهرجانات ودعك الوعر دي والله ما عارف ميتى والله ما عارف ميتى والله ما عارف ميتى